اتجدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بمشاركة الأشقاء في التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقيق كافة ما يصب إليه أبناء الشعب اليمني الشقيق من حيث صد الإنقلاب على الشرعية وإنهاء التدخل الخارجي في الشأن اليمني وتمكن الحكومة الشرعية من أداء مهمها في بسط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التنمية والتقدم جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي الدكتور رياض ياسين وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك على هامش حوار المنامة في دورته الحادي عشرة حيث تم استعراض الجهود المبذولة من أجل إحلال الأمن والسلم في اليمن وقد أعرب معالي الدكتور رياض ياسين عن خالص تقدير واعتزاز بلاده بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمصالح الشعب اليمني وحرصها البالغ على أمن اليمني وسلامة أراضيه ووحدته وخلال لقاء معالي وزير الخارجية مع معالي السيد الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة تم بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة وما تحرزه من تقدم مستمر على كافة الأصعدة مؤكدا حرص مملكة البحرين على تمتين هذه العلاقات بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة من جانبه أكد معالي السيد الطيب البكوش حرص بلاده على تنمية علاقاتها مع مملكة البحرين في الأصعدة كافة كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال قضايا المنطقة كما التقى معالي وزير الخارجية مع سعادة السيد صلاح الدين رباني وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية حيث جرى بحث العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة التزامة مملكة البحرين بدعم الجهود التي تبذلها جمهورية أفغانستان الصديقة في محاربة العنف والتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعب الأفغاني الصديقة من ناحيته يعرب وزير الخارجية الأفغانية عن خالص تقدير بلاده لما تقوم به مملكة البحرين من دور مهم في دعم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية في أفغانستان وخلال اجتماعه مع سعادة السيد توني بلينكين النائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تشهد المزيد من التنسيق المشترك في مختلف المجالات مشيرا معاليه لأهمية مواصلة تطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وسبل تطويرها إضافة إلى فرص تعزيز التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر